بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وعلى نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين أما بعد فهذه قراءة للكتاب البديع مقامات الحريري المسمى بالمقامات الأدبية من تأليف الشيخ أبي محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري البصري المتوفى سنة 516 يقرأها عليكم رحيل غفر المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان كما نحمدك على ما أسبغت من العطاء وأسبلت من الغطاء ونعوذ بك من شرة اللسن وفضول الهذر كما نعوذ بك من معرة اللكن وفضوح الحصر ونستكفي بك الإفتتانة بإطراء المادح وإغضاء المسامح كما نستكفي بك الانتصاب لإزراء القادح وهدك الفاضح ونستغفرك من سوق الشهوات إلى سوق الشبهات كما نستغفرك من نقل الخطوات إلى خطة الخطيئات ونستوهب منك توفيقا قائدا إلى الرشد وقلبا متقلبا مع الحق ولسانا متحليا بالصدق ونطقا مؤيدا بالحجة وإصابة ذائدة عن الزيغ وعزيمة قاهرة هوى النفس وبصيرة ندرك بها عرفان القدر وأن تسعدنا بالهداية إلى الدراية وتعضدنا بالإعانة على الإنابة وتعصمنا من الغواية في الرواية وتصرفنا عن السفاهة في الفكاهة حتى نأمن حصائد الألسنة ونكفى غوائل الزخرفة فلا نرد مورد مأثمة ولا نقف موقف مندمة ولا نرهق بتابعة ولا معتبة ولا نلجأ إلى معذرة عن بادرة اللهم فحقق لنا هذه المنية وأنلنا هذه البهية ولا تضحنا عن ظلك السابغ ولا تجعلنا مضغة للماضغ فقد مددنا إليك يد المسألة وبخعنا بالاستكانة لك والمسكنة واستنزلنا كرمك الجم وفضلك الذي عم بضراعة الطلب وبضاعة الأمل بالتوسل بمحمد سيد البشر والشفيع المشفع في المحشر الذي ختمت به النبيين وأعليت درجته في عليين وبصفته في كتابك المبين وفقلت وأنت أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم فصل عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين واجعلنا لهديه وهديهم متبعين وانفعنا بمحبته ومحبتهم أجمعين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وبعد فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه وخبت مصابيحه ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمان وعلامة همذان رحمه الله تعالى وعزى إلى أبي الفتح الإسكندري نشأتها وإلى عيسى بن هشام روايتها وكلاهما مجهول لا يعرف ونكرة لا تتعرف فأشار من إشارته حكم وطاعته غن إلى أن أنشأ مقامات أتلو فيها تلو البديع وإن لم يدرك الظالع شأو الضليع فذاكرته بما قيل في من ألف بين كلمتين ونظم بيتا أو بيتين واستقلت من هذا المقام واستقلت من هذا المقام الذي فيه يحار الفهم ويفرط الوهم ويسبر غور العقل وتتبين قيمة المر في الفضل ويضطر صاحبه إلى أن يكون كحاطب ليل أو جالب رجل وخيل وقل ما سلم مكثار أو أقيل له عثار فلما لم يسعف بالإقالة ولا أعفى من المقالة لبيت دعوته تلبية المطيع وبذلت في مطاوعته جهد المستطيع وأنشأت على ما أعانيه من قريحة جامدة وفطنة خامدة وروية ناضبة وهموم ناصبة خمسين مقامة تحتوي على جد القول وهزله ورقيق اللفظ وجزله وغرر البيان ودرره وملح الأدب ونوادره إلى ما وشحتها به من الآيات ومحاسن الكنايات ورصعته فيها من الأمثال العربية واللطائف الأدبية والأحاجي النحوية والفتاوي اللغوية والرسائل المبتكرة والخطب المحبرة والمواعظ المبكية والأضحيك الملهية مما أمليت جميعه على لسان أبي زيد السروجي وأسندت روايته إلى الحارث بن همام البصري وما قصدت بالإحماض فيه إلا تنشيط قارئه وتكثير سواد طالبيه ولم أودعه من الأشعار الأجنبي إلا بيتين فذين أسست عليهما بنية المقامة الحلوانية وآخرين توأمين ضمنتهما خواتم المقامة الكراجية وما عدا ذلك فخاطري أبو عذره ومقتضب حلوه ومره مع هذا اعترافي بأن البديع رحمه الله سباق غايات وصاحب آيات وأن المتصد بعده لإنشاء مقامة ولو أوتي بلاغة قدامة لا يغترف إلا من فضالته ولا يسري ذلك المسرى إلا بدلالته ولله دره القائل فلو قبل ما بكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم ولكن بكت قبلي فهيج لي البكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم وأرجو أن لأكون في هذا الهذر الذي أوردته والمورد الذي توردته كالباحث عن حتفه بظلفه والجادع مارن أنفه بكفه فألحق بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا على أني وإن أغمض لي الفطن المتغابي ونضح عني المحب المحابي لا أكاد أخلص من غمر جاهل أو ذي غمر متجاهل يضع مني لهذا الوضع ويندد بأنه من مناهي الشرع ومن نقد الأشياء بعين المعقول وأنعم النظر في مباني الأصول نظم هذه المقامات في سلك الإفادات وسلكها مسلك الموضوعات عن العجماوات والجمادات ولم يسمع بمن نبى سمعه عن تلك الحكايات أو أثمرواتها في وقت من الأوقات ثم إذا كانت الأعمال بالنيات وبها انعقاد العقود الدينيات فأي حرج على من أنشأ ملحا للتنبيه لا للتمويه ونحى بها منح التهذيب للأكاذيب وهل هو في ذلك إلا بمنزلتي من انتدب لتعليم أو هدى إلى صراط المستقيم على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا علي ولا لي وبالله أعتضد وفيما أعتمد وأعتصم مما يصم وأسترشد إلى ما يرشد فما المفزع إلا إليه ولا الاستعانة إلا به ولا التوفيق إلا منه ولا الموئل إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب وبه نستعين وهو نعم المعين